أسر السجناء وقبار السن من تسجيل رقم المحمول ببطاقة التموين قرر الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية استثناء أسر السجناء وكذلك كبار السن غير القادرين على الحرقة وليس لديهم خط هاتف محمول من تقدم لتسجيل رقم هاتف لهم على أن يقدم أحد زويهم لمكتب التموين التابع له في أو ما يزبط صحة ذلك الدكتور علي المصلحي وزير التموين باستثناء أسر السجناء وكمان كبار السن من الغير القادرين على الحرقة على أن يقوم أحد زويهم يعني حد من أقاربهم حد من أبنائهم يروحوا لمكتب التموين ويقدموا ما يزبط ذلك أن هما من أسر السجناء أو من كبار السن الغير قادرين على ذلك ده كان خبر مهم من وزير التموين الدكتور علي المصلحي باستثناء أسر السجناء وكمان الغير قادرين على الوصول أو المرواح أو أن هما يروحوا لمكتب التموين بتسجيل رقم التليفون على بطاقة التموين كبار الدكتور علي المصلحة وزير التموين والتجارات داخلية أصدق قرار وزرية من تنظيم تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقة الدعم للتسهيل على المواطنين ونص التوجيه الصادر اليوم بأنه الله يشترط أن يكون مقدم الطلب من مكتب التموين رب الأسرة ويسمح من يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة لهو هاتف محمول مسجل باسمه كبار شمل القرار أيضا عدم تقديم أي مستندات لإثبات ملكية خطة الهاتف المحمول ويكتاب فقط رقم من بطاقة التموينية رقم مقاوم ورقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة يعني هنا جزئية بتكلم أن ما يشترطش اللي يروح يسجل رقم التليفون في مكتب التموين هو رب الأسرة فقط ممكن أحد أي حد من المستفيدين من البطاقة يروح يسجل رقم التليفون لكن يكون طبعا مسجل باسم رب الأسرة ومش مطلوب بإثبات ملكية أو إثبات ما يثبت أن رقم التليفون باسم رب الأسرة لا أنت كل مطلوب منك رقم التليفون لكن يا جماعة يكون مسجل باسم رب القصة اللي هيكون اللي هيروح يسجله سواء هو او حد من ابنائه او الزوجة حتى. لازم طبعا يكون مسجل باسمه في شكل محمول علشان ده سيسم متبع ومربوط بنظام التموين. المطلوب برقم التليفون وطبعا البطاقة بتاعة حضرتك. الصوت البطاقة والبطاقة. اللي كان رقم التليفون. وبتروح تسجل في التموين باسم رب القصة دلاء ورب القصة عن ظروف تمنعه اه عن ذلك. ده كان خبر مهم طبعا عن مزاري التموين الدور على المزارحي. زي ما قلنا باستثناء سورة السجنية وقبار السن. في تسجيرك محمول بابتاقات التموينة. لكن لازم يقدم ما يثبت ذلك. عن طريق طبعا اي حد من زويهم اي يعني من اولادهم. يروح المكتب التموين ويثبته هذا الكلام. مشهوركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.